اشتركوا في القناة واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدَّى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجَّة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكَّبها إلا ضال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنَّ إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً وتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هد محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثةٍ بدعةٍ وكل مدعةٍ ضلالةٍ وكل ضلالةٍ في النار عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله فنحن في زمانٍ لا يدر المؤمن لا يدر الإنسان هل سيستيقظ غدًا من نومه أم لا يبيتُ الناس حالمين بيوم غد آملين في أن يُقدِّموا لأنفسهم شيئًا لحياتهم فذاك يحلمُ بأن يتوسَّع في تجارته وذلك طالب علمٍ يتمنَّى أن يُنهي دراسته وآخر ينتظر يوماً يستطيع فيه أن يُزفَّ إلى عروسه وتلك أختٌ تتمنَّى اليوم الذي تؤسِّس فيه بيتها مع زوجها ينمون وكلهم في هذه الأحلام ولكن وفجأةً في ليلٍ لا يدرون ما الله فاعلٌ به إذ بزلزالٍ يضرب تلك المنطقة أو بتسنامي يؤرِّق مضاجعهم فيفرُّ المرء من أخيه وأمه وأبيه يفرُّ كل إنسانٍ محاولًا النجاة بنفسه ويسقط ضحاياً ويموت الأحبة والأم تنظر إلى فلدة كبدها لا تستطيع أن تفعل له شيئاً والأب ينظر إلى أهله وإلى بيته وإلى ماله وقد تكدَّس أمامه ولا يستطيع أن يفعل شيئاً هنا أيها الإخوة تأتي اللحظة التي لا بد أن نُعدَّ أنفسنا لها اللحظة التي لا بد أن تأتي في لحظةٍ من اللحظات إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعةً ولا يستأخرون ونسأل أنفسنا هل نبيت ونحن نفكر في غدنا القريب أم نفكر في غدنا البعيد ماذا أمرنا الله سبحانه وتعالى؟ في سورة الحشر قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد هكذا أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نفكر في الغد الحقيقي ما هو الغد الحقيقي؟ الغد الحقيقي أيها الإخوة هو يوم الحساب يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم إذن تعرضون لا تخفى منكم خافية يوم يأتي المؤمن بكتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابية إني ظننت عني ملاق حسابية ويقول الكافر والعياذ بالله يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية الغد الذي لابد أن نقدم له أيها الإخوة هو يوم الحساب وكي نهيي أنفسنا لنستعد ليوم الحساب لابد من وقفة ولا بد من المحاسبة والمحاسبة تقتضي أن يحاسب العبد نفسه في كل يوم وفي كل ليلة يحاسب نفسه قبل أن يفعل الفعل لماذا أفعل ذلك الأمر؟ أفعل ذلك الأمر طاعة لله عز وجل؟ أم رغبة في دنيا زائلة؟ ويسأل سؤالاً آخر ماذا لو لم أفعل هذا الشيء؟ هل سيوقس ذلك من حسناتي؟ أم سيزيد من سيئاتي؟ ثم يسأل عن العمل نفسه هل هذا العمل موافقاً للسنة؟ لسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أم هو أمر مبتدع ويتبع الإنسان فيه مجرد العادات والتقاليد وكي لا يقول الناس عنه إنه شد عن العادات والتقاليد هذه المحاسبة أيها الإخوة هي الأمر الذي تحدث عنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين قال الكيس لمن دان نفسه وعمل لما بعد الموت الإنسان الذكي العاقل هو الذي دائماً يدين نفسه يعتبر أن نفسه خطاءة أمارة بالسوء ويفكر كيف سيلاقي ربه يوم الحساب بما يلاقي ربه يوم الحساب وأما الجاهل فهو الذي يتمنى على الله الأماني كما كان حال أقوام ذكرهم الله في كتابه أنهم كانوا يقولون لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة قل أتخذتم عند الله عهداً هل أخذتم من الله عهد بأن النار لن تمسكم إلا أياماً معدودة ثم هذه النار من منا يصبر عليها؟ من منا يصبر على دقيقة واحدة في نار بسيطة من نار الدنيا فكيف بنار الآخرة أيها الإخوة التي قال الله عنها إنها ترمي بشارر كالقصر حينما يبدأ الإنسان بمحاسبة نفسه كما قال عمر بن خطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزن عليكم فإن فإن الإنسان الذي يحاسب نفسه في هذه الدنيا يكون الحساب عليه أهواً يوم القيامة حينما يبدأ الإنسان أيها الإخوة بمحاسبة نفسه فإن ذلك يحقق له مكاسب كثيرة المكسب الأول أنه يستطيع أن يصحح مساره ويستطيع أن يبادر إلى التوبة لأن هناك علاقة وثيقة بين التوبة وبين المحاسبة العبد الذي يحاسب نفسه هو الذي يأتي في نهاية اليوم مثلاً ويستعرض أعماله من الفجر حتى العشاء ويسأل هل أدى الصلوات كاملة هل أدها في جماعة أم تغافل عن ذلك هل تصدق في ذلك اليوم هل أمر بمعروف أو نهى عن منكر هل قال كلمة طيبة هل كان باراً بوالديه باراً بأمه باراً بأبيه هل أحسر إلى الناس هل ذكر الله سبحانه وتعالى فإن كان الأمر كذلك فليحمد الله سبحانه وتعالى وليحاول أن يزيد من ذلك فإن الاستزادة من الفضل فضل كله بإذن الله تعالى أما إن كان مقصراً سواء كان ذلك التقصير في صلاة وهو أعظم شيء لابد أن ينتبه الإنسان إليه دائماً فأعظم الأمر أيها الإخوة هو الصلاة وأول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله وتذكروا قول الله سبحانه وتعالى ما سلككم في سقر؟ لماذا أنتم في جهنم؟ ما هو الجواب؟ أول سبب لدخول جهنم؟ قالوا لم نك من المصلين هذا أول سبب ولم نك نطعم المسكين وكنا نقوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين ثم يسأل الإنسان نفسه عن الذنوب والمعاصي كيف كان يومه؟ هل التزم مثلاً بغض البصر وهو يسير في الشارع؟ هل هل استطاع أن يحكم لسانه؟ فلا يقول إلا حقاً فلا يكذب ولا يغتاب الناس ولا يمشي بالنميمة أم كان غير ذلك؟ فإن كان الأمر على غير ذلك إن كان ذلك الإنسان قد قصر في صلاته وقصر في اتباعه لشهواته وسار خلف ملذات الدنيا فماذا عليه أن يعمل؟ لا بد أن يبادر إلى التوبة يستغفر الله سبحانه وتعالى يستغفر الله لأن المؤمن كما وصفه الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فهنا وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين بأنهم إذا اقترفوا أن يفاحشة أو قاموا بأي عمل فيه مخالفة لله عز وجل ماذا يفعلون؟ هل يسكتون ويواصلون الباطل؟ لا إنهم يتوقفون ويذكرون الله سبحانه وتعالى ثم يستغفرون والله سبحانه وتعالى يقبل توبة التائب إذا تاب من ذنبه أسأل الله أن يضع لنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة إن الإنسان بحاجة إلى أن يربي ملكة المحاسبة في نفسه لأن هذه الملكة تؤدي بالإنسان إلى أن يكون خائفاً من الله عز وجل وبذلك تكثر لديه الأعمال الصالحة وتقل لديه أيضاً الأعمال السيئة ولكن الذي لا يحاسب نفسه ماذا يحصل له الإنسان الذي لا يحاسب نفسه يتمادى في المعاصي ويصر على المعاصي وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يصف لنا حال التائب وحال المصر على المعاصية فيقول إذا أذنب العبد عبداً إذا أذنب العبد ذنباً نكت في قلبه نكتة سوداء فإذا استغفر زالت أما إذا لم يستغفر وأذنب ذنباً آخر فإن هذه النكت تتكاثر على القلب حتى يصبح القلب أسوداً ثم ذكر قوله سبحانه كلا بل ران على قلوبه ما كان يكسبون كيف يتأتى الران إلى القلب أيها الإخوة الران الذي يغلف القلب ثم يصبح هذا القلب لا تنفع معه نصيحة ولا موعظة ولا تذكير حتى يقرأ القرآن ولا يخشع يسمع كلام الخطباء والأئمة والوعاظ ولا يتغير من هم هؤلاء؟ هؤلاء الذين لا يحاسبون أنفسهم وإذا أذنبوا لا يستغفرون لذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام علمنا فقال وأتبع السيئة الحسنة تمحها وربنا قبل ذلك قال لنا إن الحسنات يذهبنا السيئات لذلك فالإنسان الذي يحاسب نفسه هو الذي يبادر للتوبة فبعد أن يبادر للتوبة ماذا يفعل؟ يبدأ بالعمل الصالح وهكذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً ماذا يحدث؟ أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات انظروا إلى هذا الجزاء العظيم من الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ليس فقط يغفر الذنب بل إنه يبدل السيئات إلى حسنات وهذا من فضله ومنته وكرمه سبحانه وتعالى لذلك الإنسان أيها الإخوة حينما يذنب لا بد له أن يتوب فيستغفر الله عز وجل فيجد الله سبحانه وتعالى غفوراً رحيماً اللهم إنا نسألك في هذا اليوم العظيم المبارك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تجعلنا جميعاً من عبادك الصالحين المتقين وأن تجعلنا من الذين يحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا وأن تغفر لنا يوم العرض عليك إِنَّكَ أَنْتَسَمِعُ الْمُجِيبُ وَأَخْرُ دَعُوَاً وَالْحَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَقِمُ السَّلَاةِ Setelah beliau memanjatkan puji syukur kepada Allah salawat kepada Rasulullah SAW dan mengatakan kepada kita untuk senantiasa meningkatkan nilai ketakuan kita kepada Allah kemudian beliau ingatkan kita semuanya dengan kejadian adanya tsunami adanya gempa yang bertubi-tubi terjadi di negeri kita tercinta ini ini mengatakan kepada kita kata beliau bahwasannya zaman kita ini zaman yang tidak jelas ada seorang ibu ditinggal tidur tiba-tiba bangun anaknya sudah hilang seorang bapak harta karunnya juga sudah lenyap banyak hal-hal kejadian-kejadian tiba-tiba menimpa kita yang hal tersebut sebenarnya memberikan peringatan kepada kita untuk bersiap-siap akan datangnya ajal kita masing-masing sebagaimana Allah SWT mengatakan kepada kita apa yang akan kita persiapkan untuk besok hari kata besok hari ini beliau kutip dalam surat Al-Hashar yang sering kita angkat dalam khutbah jumat wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah dengan apa kalian bawa jiwa kalian besok besok yang dimaksud bukan besok di hari-hari dunia kata beliau tetapi perhatikan dengan apa kita bawa diri kita besok hari yawmul hisab hari amalan kita akan diperhitungkan oleh Allah hari dibagikan catatan-catatan amalan-amalan kita akan kita saksikan nanti di hari kiamat kalau orang beriman dia akan membawa kebahagiaan atau orang kafir dia akan menyesal dengan kehidupannya di dunia maka dengan ayat yang mulia ini beliau mengatakan kepada kita pentingnya muhasabah pentingnya adanya saat untuk mengintrospeksi diri melihat amalan-amalan yang kita kerjakan setiap hari setiap malam karena seseorang ketika mengadakan muhasabah kepada dirinya dia harus melihat dalam tiga keadaan pertama apakah amalan yang dia kerjakan selama ini mendatangkan kataatan kepada Allah SWT atau hanya tendensi duniawi saja kemudian pertanyaan kedua ketika orang akan beramal kalau mengadakan muhasabah dia akan bertanya apakah amalan ini yang akan saya kerjakan ini berpotensi untuk menambah amal kataatan amal kebajikan atau akan memberikan bumerang untuk kita karena menambah amal kemaksiatan kemudian yang ketiga yang harus kita kerjakan pertanyakan sebelum kita beramal adalah bertanya apakah amalan saya ini sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW ataukah tidak sesuai dengan sunnah Rasul kenapa demikian karena orang beriman diberikan sifat oleh Nabi Al-Kais orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa dana nafsah dia senantiasa bermuhasabah berintrospeksi dirinya dan dia berbuat dan perbuatannya adalah untuk akhirat orientin tujuannya adalah untuk negeri akhirat amalannya dia kerjakan untuk amalan setelah kematian ada pun orang yang bodoh di dunia sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi adalah orang yang terus-menerus memperturutkan hawa nafsunya tapi dia berangan-angan di hadapan Allah dia punya cita-cita dengan hawa nafsunya dengan maksiat yang dia kerjakan dia merasa seakan-akan di neraka itu gak lama cuma sebentar cuma beberapa hari saja padahal dia mengerti api neraka berkobar-kobar kobarannya jilatan api neraka sangat jauh dengan api yang berada di dunia saat ini maka Umar Ibn Khattab mengingatkan kepada kita untuk senantiasa mengadakan introspeksi diri di dunia agar kita tidak menyesal di hari kemudian kemudian para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT dengan adanya muhasabah atau introspeksi menghitung-hitung amalan manfaatnya untuk apa kata beliau agar kita bersegera bertawubat agar kita bersegera kembali kepada Allah SWT seseorang ketika dia diberikan kehidupan dari semenjak pagi sampai malam dia mestinya bertanya apakah saya solat di hari ini solatnya berjamaah atau tidak apakah hari ini saya sudah bersedekah atau tidak apakah saat ini saya sudah berbakti kepada orang tua atau berbuat kebaikan kepada orang kalau kita dapatkan diri kita termasuk kepada amalan-amalan tadi mestinya kita bersyukur kepada Allah dan tidak cukup dia harus senantiasa memotivasi oh saya masih kurang nih dengan amal soleh ini akan tetapi kalau ada di antara kita ketika mengintrospeksi dirinya kemudian dia melihat amalan-amalannya solat, bolong-bolong atau mungkin tidak berjamaah atau tidak bersedekah atau tidak berbakti kepada orang tua atau mungkin ada di antara kita menyampaikan aib saudaranya berdusta maka dia akan melihat dia akan segera memperhatikan amalannya kemudian ketika dia tahu amalannya amalan yang buruk maka dia harus segera bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah mengabarkan orang-orang yang berbuat kemaksiatan dan berbuat kezoliman orang beriman karakternya kalau bermaksiat dakarullah segera mengingat Allah segera meminta ampun kepada Allah dan dia tahu dia menyadari tidak ada yang menghapus dosa yang dia kerjakan kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala maka para jamaah muhasabah introspeksi diri kita ini sangat dibutuhkan siapapun anda sebagai umat islam untuk memperbanyak amal soleh dan untuk meminimalisir amal keburukan kita semuanya para jamaah kemudian juga beliau mengutip permisalan dari nabi muhammad alaihi salatu wassalam antara orang yang berdosa meneruskan dosanya dan orang berdosa kemudian dia bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kata nabi kalau ada diantara anda berbuat kemaksiatan itu dimisalkan oleh nabi apa ada satu bintik hitam dalam hati kita satu dosa yang anda kerjakan satu titik hitam dalam hati kita kalau kita segera beristighfar meminta ampun kepada Allah maka titik hitam tersebut dalam hati kita dilenyapkan oleh Allah hati kita menjadi bening kembali tetapi kata nabi kalau ada orang berdosa ada satu titik hitam dosa lagi dilanjutkan titik hitam lagi bertambah sampai hatinya gelap itulah apa yang disabdakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang dipirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidak kata Allah hati orang ini sudah ditutup oleh aku kata Allah sehingga dia tidak bisa lagi meninggalkan dosanya bergelimang di dalam dosanya tersebut maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ingatlah pesan nabi ikutilah keburukan yang anda kerjakan dengan kebaikan sebagai penghapusnya kemudian juga Allah telah mengingatkan sesungguhnya kebajikan-kebajikan yang kita kerjakan efektif untuk menghapus keburukan-keburukan yang kita laksanakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan kepada kita untuk bertawabat kepada Allah dan ingat para jamaah Allah ketika mendapatkan kita beristighfar bertawabat kepada Allah Allah bukan hanya memberikan ampunan kepada kita bahkan Allah akan mengganti keburukan-keburukan yang kita kerjakan dengan dengan kebaikan demikian apa yang beliau sampaikan semoga bermanfaat wa jazakubullahu khairan ala habihil khutbah al-mutamayyizah barakallahu fikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati